اشترك ما عجبك المحتوى دسلايك ما تتابعنيش عندك انتقاد اكتب عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا بالحلقة الجاي ان شاء الله راح اجاوب على سؤالك طبعا اليوم توقعتنا على يوم الخميس 18-2 18 شباط القمر اليوم موجود في منزلة الدبران في برج الثور وهي منزلة حكينا سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد راح ينكل فيها القمر طبعا لغاية الساعة 10-38 دقيقة مساء المساء يوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع كمثلا استخراج السموم او الاسحار الاعمال او الاشياء الضارة وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء او عمل جديد بما ان القمر موجود في برج الثور فبالفترة هاي طبعا نشعر بالحذر اكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 22 و32 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و50 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير هو انتقال الشمس من برج الدلو لبرج الحوت وهاي رح تكون في تمام الساعة يعني ساعات الظاهرة يعني في تمام الساعة 10 و43 دقيقة ظهرا بتنتقل الشمس من الدلو للحوت ورح يمكث فيها حتى صباح يوم 23 طبعا هنا منقول لموليد برج الحوت كل عام وانتم بكل الخير ان شاء الله ومن هنا بتبدأ مرحلة جيدة للكم كل ما ايجا عيد ميلاد واحد فيكم يعني بتبلش المتاعب تخف عليكم شوي شوي لغاية ما ييجي يوم عيد ميلادك بتبدأ سنتك الجديدة باشياء ايجابية خلال الفترة المذكورة باجتاز موليد الابراج المائية زي الحوت والسرطان العقرب ومعهم موليد الابراج الترابية زي الثور والعذراء والجدي فترة ايجابية افضل بكثير من فترة الاسابيع الماضي اكثر المتضررين من وجود الشمس في برج الحوت وهم موليد برج الحمل لان القمر موجود بصير في بيت متاعبهم موليد برج الميزان لان القمر بصير في البيت السادس اللي هو بيت الصحة لالهم وبرضو يعني شوي موليد العذراء ممكن يشعروا ببعض الطاقة الضعيفة اللي بتصير عندهم صحيح انه فيها ايجابيات لالهم ولكن بدهم يحذروا من ضعف طاقتهم اما بالنسبة لباقي الابراج يعني او جميع الابراج ايش التأثيرات او التركيزة اللي رح يكون علي خلال هذا الشهر فاذا انتبهت واللي انا رح احكيه معناته انت عرفت توقعات شهر كامل ابتداء من اليوم ولغاية شهر كامل ايش اغلب الاشياء اللي رح تتركز عليها الاوضاع تاعتك نبدأ مع برج الحمل الحمل طبعا بما انه القمر صار يعني الشمس موجود في بيت المتاعب فبدكوا تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا من اشخاص بتآمر عليكم بالخفاء ممكن تتعطل بعض الامور وما تمشي معكم بالشكل المناسب وممكن برضو يعني ناس توعدكم باشياء وتخلف معاكم ممكن تشطبوا اشخاص من سجل حياتكم الفترة هاي طبعا هي احنا بنسميها مصفات العام يعني بتصفي فيها كل شيء وبترمي وراء ظهرك عشان تبدأ عام جديد فعشان هيك هو شهر ضاغط يعني اللي بيخفف عليكم هي حركة القمر ولكن اجمالا في ضغط كبير خلال 30 يوم القادمات اما بالنسبة لموليد برج الثور بينشطوا اجتماعيا منهم ممكن يحسن علاقة اجتماعية او يبدأ بعلاقة اجتماعية بشكل قوي ممكن يبدأ علاقة من خلال مناسبة اجتماعية او يتعرف على اصدقاء جدد او ينشط بمناسبات واحتفالات وحفلات من هذا القبيل اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيستفيدوا في مجال العمل عمل جديد منصب ترفيع ترقي ولكن بدهم يحذروا هذا بيت يعني سمعتهم عشان هيك بدهم ينتبهوا من تشويه سمعتهم او اشخاص يتآمروا عليهم او انهم يدخلوا باي مواجهات او خلافات ما بينهم وبين القانون او رجال القانون اما بالنسبة لبرج السرطان فطبعا الفترة هاي فترة نجاح بالنسبة لهم فترة قوية جدا على مستوى السفر مستوى الامتحانات الجامعية الدراسات الامتحانات الاتصالات البعيدة علاقاتهم مع اشخاص خارج البلاد بداية علاقة مع اجنبي او شخص من خارج البلاد يعني الاجواء كلها بتتركز على هاي النقطة اما بالنسبة لموليد برج الاسد ممكن يحصلوا على مال من شراكة او من تعويض بتتركز الامور على القروض على الامور البنكية على اشياء قديمة على روحانيات مثلا كلها هاي الامور راح تكون هي التركيز على هاي الامور بشكل كبير اما بالنسبة لموليد برج العذراء بيعززوا شركاتهم شركاتهم العاطفية اه وممكن انه انتو تهتموا او تبدو علاقة او تطوروا علاقة لمرتبة الزواج او يصير في توافق ما بينكم وبين شركاءكم وممكن الفترة القادمة يكون فيها مصالحة او تراجع عن قرارات سابقة بتعزز علاقتكم ما بينكم وبين الازواج وفي فرص للارتباط كثيري بتصير لموليد العذراء بس بدهم ينتبهوا انه طاقتهم تكون ضعيفة وبكونوا عرضة للتعب او المرض بالفترة هاي اما بالنسبة لموليد برج الميزان فهون بدهم يديروا بالهم صحيح انه ممكن يحصلوا بعض المكاسب على مستوى العمل او عمل جديد ولكن ممكن يتراكم العمل عندهم اكثر من الشيء الطبيعي وبرضو بدهم ينتبهوا لصحتهم بشكل كبير واللي بشعر باي عارض مهما كان بده على طول يستشير فيه الطبيب هاي فترة صحيا بتكون ضاغطة وضاغطة على مستوى العمل اما بالنسبة لبرج العقرب طبعا الحظ رح يكون حليف لالكم بشكل كبير لان القمر صار في البيت الخامس بيت الحظوظ وبيت العواطف وبيت الامور اللي الها علاقة بالاموال والمكاسب ممكن تحسنوا علاقة او تفرحوا بمناسبة او يصير فيه اشي العلاقة بالزواج او الارتباط طبعا في من موليد برج العقرب رح يبدأوا بحلاقة عاطفية او يعززوا علاقاتهم العاطفية وفي منهم رح تدخل فرحة على حياتهم او تصير اخبار مفعحة اللي هم خلال هذا الشهر بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا تتركز الامور على مسائل الها علاقة بالامور البيتية او العقارية او عقار جديد او بيت او تصليحات ترميمات حلول لبعض المسائل البيتية بشكل كبير الاجواء اجمالا على مستوى البيت رح يتركز خلال فترة هذا الشهر ايجابي او سلبي طبعا اما بالنسبة لموليد برج الجدي بينشطوا في امور الها علاقة بالتنقلات الاهتمام بالسيارات بالتليفونات بالدراسة بالسفر بامور الها علاقة بالمناقشات والحوارات وعلاقة بتيجي بين اخ يعني مع الاخوة او مع الجران اما بالنسبة لموليد برج الدلو ممكن يحصلوا على مال من عمل اضافي وممكن تتركز على مكاسب مالية وحلول مالية او هدايا او ارباح او اشيه العلاقة باسترداد بعض الاموال اما بالنسبة لموليد برج الحوت هنا بيبدأوا تدريجيا فترة افضل بكثير من الفترة الماضية وخصوصا راح تكون على المستوى الصحي على المستوى النفسي الاجواء ايجابية راح تصير طبعا زي ما حكينا مش فجأة كل موليد برج الحوت راح يصيروا ممتازين كل ما بيجي يعيد ميلاد شخص فيكم كل ما اتحسنت الامور وبدأت من بعدها فترات التحسن قبلها تدريجيا وتصاعديا بصير التحسن ولكن انه بصير ملموس عند عيد ميلادك بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتن وراح تكون هاي في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة احداش وعشرين دقيقة مساءا اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب طبعا القمر زي ما حكينا بما انه موجود بالترخ لو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة تسعة وعشرين اتنين بيبدأ في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وثلاث دقائق مساء لينتقل لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد سبع ايام في تمام الساعة ثمانية ودقيقة صباحا بيصبح ثمان ايام نسبة الاضاءة بتصير ثمانية وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو وبدأ تنتقل زي ما حكينا للحوت حتى يوم عشرين ثلاثة اليوم مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية اما بالنسبة للقمر في الثورة حتى يوم تسعة وعشرين اتنين منتحس اليوم بنسبة تصل لأكثر من مية في المية اما بالنسبة للعطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين هو سعيد بطبعه ولكنه هو منتحس لانه بتراجع فعشان هيك منقول صفر الزهرة في الدلو حتى يوم خمس وعشرين اثنين اليوم نسبة السعادة ثلاثين في المية طبعا اليوم برضو المريخ اللي موجود بالثور حتى يوم أربع ثلاثة اليوم بدأ مزاجه سعيد بنسبة ثلاثين في المية لانه بتعد عن اورانوس اما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عش خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية بالنسبة لزحال في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية اما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية ابلوته في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا اليوم بما أن القمر موجود في البيت الثاني وشوي منتحس فعشان هيك اليوم هذا إجمالا هو بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتكم بطلعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما تضيع الفرص وضف طاقاتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح الآن بسبب انتحاس القمر الفترة هاي بتعرف صعوبة في ميدان العمل ممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها فعشان هيك منقول لك اضبط ميزانيتك قدر الإمكان طبعا بالنسبة للمريخ بما انه صار سعيد وجوده في برج الثور لوبيتك الثاني في هاي الفترة تشعر بنوع من أنواع التحسن تعطيك بعض الفرص اللي لها علاقة بالوضع المالي ولكن برضو رغم هيك ديروا بالكم من التقلبات اللي على المستوى المالي اللي ممكن شوي تجيكم مصاريف زيادة لها علاقة مصاريف استشفائية أو دفعات بتيجي بشكل هيك عشوائي بالنسبة للشمس بيزيد من ميولك للأمور الروحانية وروح التضحية والإثار بعطيه قدرة عالية جدا وخصوصا لأنه في بيت المتاعب الآن هو بيسحب من طاقتك زي ما حذرنا في البداية ولكن برضو الأمور الروحانية بتكون بأوجها بالنسبة لعطارد الفترة هاي ممكن تتعرف فيها على بعض الأصدقاء الجدد أو تتلقى خبر سر من أصدقاء بيقيمه بعيد عنك أو بتقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقائك برضو ممكن يتوجه لك دعوات لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء بالفترة هاي الزهرة تعطي لمشاريعك يعني قدرة للمشاريع اللي أنت بتفكر فيها أو اللي أنت اللي شغال عليها إنها تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص دون نفوذ لأنه برضو الزهرة وضعها سعيد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم إش أنكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي والحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك حاول أنك تطوي صفحة من الماضي ترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالي الفترة هاي جيدة لولا أنه القمر منتحس فبيخلي عندك قدرة على تضخيم الأمور وتعطي المساء الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفقدانك لثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلب جدا المريخ لأنه صار سعيد في هذا البيت وهو بيتك الأول بتزيد ثقتك بنفسك وشجعتك يعني هنا كسرت اللي احنا حكيناه بالأول اللي هو عدم الثقة بالنفس المريخ أقوى من القمر في هاي النقطة فبق بتزيد ثقتك بنفسك أكثر وشجعتك وحيويتك وهي بتساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية بالنسبة لعطارد لأنه موجود في البيت العاشر إلك فممكن اليوم تسمع خبر جديد أو جيد بخصوص وضعك المالي أو وضعيتك المادية أو عملك وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ الزهرة بتعطي دفعة أو بتعرف هاي الفترة فترة من التفاؤل والنجاح وبتعطيك دفعة نفسية قوية وهي فترة مناسبة للأمور اللي بتتعلق في أجواء الارتباط أو الزواج أو ترتيب لأمور الزواج الشمس طبعا لأنه برضو سعيدة وانتقلت وصارتها في بيتك الـ 11 فبتتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقات جيدة مع الأصدقاء برج الجوزاء طبعا القمر موجود في بيت المتاعب زي ما حكينا واليوم منتحس فعشان هيك بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسمانية وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون الإهمال لصحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وممكن تخيب آمالك لسبب أو لآخر أهم إش إنك لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ أهم إش إنك ما تراهن عليها القمر بسبب انت حاسته بتميل لتضخيم صعوباتك حاول إنك تكون أكثر واقعية وإنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة أكثر المريخ شوي لأنه برضو موجود في البيت الثاني عندك بتميل للإندفاع بسرعة بيتك الثاني عشر عفوا بيت المتاعب فبتميل للإندفاع بسرعة متخطيا كل العقبات لأنه سعيد فبعطيك جراءة أكثر أما بالنسبة لعطارد في البيت التاسع فهي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا والأمول ربط العلاقات أو تعامل مع الغرباء أو حتى الحوار بأمور إلها علاقة بالامتحانات برضو والمناقشات فهي جيدة أما بالنسبة للزهرة فهي بتعطيك نوعية من حفاظك على سلوكك وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات الشمس الآن لأنها صارت في بيت العاشر فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دونفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين برج السرطان ابتسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء وتعاونهم معكم أهم شأنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه أهم شأنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي وبالنسبة للقمر لأنه القمر منتحي زي ما حكينا ممكن تتعرض خلال هذا اليوم لبعض خيبات الأمل أو خيبة أمل تيجي بسبب أحد الأصدقاء المريخ شوي بيدعمك وبيزيد من تأثيرك على الأصدقاء بشكل كبير يعني بعطيك طاقة أكبر بالنسبة للشمس بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح وفيه نوع من أنواع التفاؤل عندك هاي فترة مناسبة لأمور الاتصالات والتواصل وحتى لأمور إلها علاقة بالامتحانات أو المناقشات أو المشاريع أو الأفكار اللي ممكن يعني تنمو عندك بشكل كبير خصوصا على مجال العمل أو الإقناع عطارد طبعا في البيت الثامن عندك اليوم هو سعيد شيئا ما بتجد حلول سريعة للتخلص من أمور إلها علاقة بالديون والنفقات المالية والزهرة بتخليك تستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو عن طريق شراكة أو عن طريق هبات أو نوع من أنواع الدعم اللي ممكن يجيك أو ممكن تسترد أموال إلك مما مداينها لأشخاص أو حقوق إلك بتحاول إنك تستردها برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وممكن تكون أيام يعني فيها نوع من أنواع التوتر تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك توتر معين حاذر من العناد والمشاعر السلبية طبعا القمر لأنه موجود في بيت السمعة في البيت العاشر ومنتحس فبدك تحذر من بعض المشاكل اللي ممكن تيجي على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء أو نقاشات أو حوارات تكون حادة يعني بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وما في داعي للمجازفات والمغامرات مهما كانت المريخ لأنه صار سعيد اليوم فممكن تتمكن من تحقيق بعض الأهداف المهمة الشمس بتعمل زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو عن طريق زواج أو عن طريق تركة ممكن يزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية بشكل كبير عطارد بتكون علاقاتك مع زوجتك أو مع شركائك مرضية بيطبعها نوع من أنواع العطف والمودي وهي فترة مناسبة للتسوية للتسوية الخلافات والنزاعات وبتكون النتائج لصالحك أما بالنسبة للزهرة فهي الفترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقة مع الشركاء وهو الوقت المناسب لأمور العلاقة بالزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفية خلافات بشكل ودي برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة وهذه الفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما بالنسبة للقمر بس هو بيضغط عليك بشكل سلبي لأنه هو منتحس بشكل كبير فخيالك الجامح بيخلق لك مخاوف غير واقعية فعشان هيك بدك تدير بالك من هاي السلبية اللي موجودة عندك المريخ طبعا موجود برضو في البيت التاسع فبتميل لتتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة أو بتقوم بخطوة مهمة ممكن تقرر السفر من دون سابق انذار وممكن أنه يصير في حدث العلاقة بالخارج أو بدولة خارجية أو بأشخاص من خارج البلاد برضو بشكل مفاجئ بالنسبة لعطارد بما أنه في البيت السادس واليوم سعيد فهنا بتصبح أو بتركز على عملك بيصبح عملك ممتع وبتزيد حيويتك وصحتك بالنسبة للزهرة في البيت السادس بتعرف هاي الفترة انسجام مع رفاقك في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة أما بالنسبة للشمس فهنا بترغب في القيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقة الزوجية أو العلاقة مع الشركاء برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة إلى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهميش إنك ما تغامر بموقعك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجبك بشكل تام بالنسبة لانتحاس القمر فممكن الفترة هاي تعرف بعض المخاوف الوهمية عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسليت نفسك قدر الإمكان بالنسبة للمريخ بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك ولكن دير بالك من التهور واتخاذ يعني تدخل بتحديات وانت مش مستعدلها أما بالنسبة للشمس فبيزيد حبك للعمل وبتبذل مجهود تكافأ عليه أو جهد تكافأ عليه بتحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة لعطارد فبتعرف لقاءاتك الفترة هاي متعة بيكون لها أثار طيبة على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة جدا لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أما بالنسبة للزهرة فهي الفترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات وخصوصا المالية برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرت صوتكم بتكون الضغوط كثيرة أهمش أنك تحاذر من تأزيم أي خلافات حاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم طبعا القمر بما أنه في البيت السابع ومنتحس ممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك وتميل للعزلة وعدم الاكتراث بالنسبة للمريخ طبعا بما أنه موجود في نفس المكان أو في نفس البيت اللي هو البيت السابع فأفكارك ومشاريعك بتلقى استحسان من طرف زوجتك أو من طرف شركائك بالنسبة للشمس بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباحك عن طريق المعاملات وخصوصا العقارية والأمور اللي إلها علاقة بالتسلية والترويح عن النفس طاقتك بتكون جيدة جدا وبرضو بتمنحك نشاط عالي جدا أما بالنسبة للعطارد فممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع تتعلق بأمور إلها علاقة بالمنزل بالنسبة للزهرة الحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتملك أملاك وخصوصا إذا كانت أمور عقارية برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحقك اليوم الاتصالات بتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك عليك التحمل أهم شيء أنك برضو ما تشك بنفسك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الإنشغالات الصحية أما بالنسبة للقمر بما أنه منتحس اليوم فبتجدوا صعوبة في العمل وبتشعر بالضيق وبتحس بأن الحظ يعني أنه شوي تخلى عنك أما بالنسبة للمريخ فبتقوم بمبادرة مهمة بتستفيد منها وبتتمتع بحيوية كبيرة عطارد بعطيك لأنه في البيت الثالث هاي الفترة مهمة للقيام بأسفار وللدراسة وللعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية بالنسبة للزهرة برضو في البيت الثالث بتكون مرح لين العريكة وبتتمتع بقدرة كبيرة في الإقناع أو على الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب ومع الأخوة أما بالنسبة للشمس فسعادة راح تكون على المستوى العائلي وعلاقتك العائلية راح تكون جيدة والحياة المادية بتكون ميسورة وهي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي برج الجديد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم إشنكو ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية أما بالنسبة للقمر بما أنه منتحس وهو في البيت الخامس فبنتابك شعور بعدم الرضا وبتشعر بأنه الآخرين ما بيفهموه أما بالنسبة للمريخ بيزيد حبك للحياة وبتزيد طاقتك وعزمك بالمقابل بالنسبة للزهرة هاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة أما بالنسبة للعطارد ممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك وممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أما بالنسبة للشمس فبما أنها رح تدخل بيتك الثالث وهي سعيدة كيف بيلعب محيطك العائلي دور مهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو التأليف كما بتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري تحظى بالشعبية وتقدير الآخرين برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنك تخصص هاي الفترة أو فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو لاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم ما بيجوز الفشل الفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في البيت الرابع ومنتحس فالجو العائلي بيكون مشحون وممكن بعضكم يعاني أنه يحس أنه جو البيت لا يطاق أما بالنسبة للمريخ فهي بخفف شوي من الضغطات تحت القمر فبيزيد تأثيرك وسلطتك على وسط عائلتك أما بالنسبة لعطارد فعطارد بما أنه موجود في البيت الأول بتتمكن من إنجاز بعض أعمالك المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك أما بالنسبة للزهرة بما أنها موجودة برضو في البيت الأول وسعيدة فبيزيد لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات الاجتماعية بظل عندنا الشمس فالشمس هنا بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو على وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون وفود كما بتزيد من ميلك للتبذير بدك تدير بالك من صرف الفلوس قدر الإمكان بالفترة هاي برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبكون هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار وبتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال والتقصير ولكن بدك تحذر من سلبية القمر اللي موجودة في البيت الثالث عندك فممكن تعرف نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك وتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وبترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة بتكون فيها نوع من أنواع الصعوبة المريخ بيأثر في نفس البيت إيجابيا فبيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهذه فترة مناسبة للنجاح بالدراسة وفي المباريات أما بالنسبة للشمس فطبعا الشمس هنا بتزيد من حيويتك وبتخوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية بتكون طموح وطبيعة عندك بتكون عفيفة شوي دير بالك بس من التسلط وبتزيد من حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة للعطارد فبتجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك أما بالنسبة للزهرة فبتميل لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار بيكون عندك قوي جدا يعني حاول أنك أنت ترتب أمورك بدون ما تضغط حالك وما تهمل برضو صحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء